الله يحيي حاضرين والمشاهدين وتعذر منهم بعض المرات يحصل شوي نطول القصة لكن هذه قصة قصيرة يخواني تروي على المسلم ترى ما يجوز ترى هيتعرض الخطريات نواجد ترى هيتعرض مثلا الزوغ مثلا قلبه ولا ينكسر ولا حتى لو أنك مثلا تشير بسلاح ولا بعصار ولا ترى القلوب دائما تروغ مثلا يعني الحقيقة شيء ما توقع ولا تجي لك مثلا واحد مثلا بمسدس ولا بسلاح يمكن يصير مع اسلاحه ويرميك ويذبح هذا أول الشر يا أخواني ترى بعض الناس ما يوفق ترى يمسك حية مثلا ويخيط فمها وترى يطل شعر رجاء والرجاء يمكن يزوغ عقله ويمكن يجيه فرص واحد فالإنسان ما يروع أخيها المسلم يكون معه ولما نشاف بعده مثل تعبان ولا عندها مرضى ترى يدخل عليها السرور وكذلك التخاتر جزاهم الله خير ترى بعض الناس الله يهدينه وإياهم لمنه جاه قال والله أبوك خطير ولا أمك ولا ولدك فالمبشرين هذا ولا يرجي لهم خير لمنه جاه قال ولدك طيب ولا أبوك طيب ولا أمك كذا يبشر بالخير فالتبشير هذا تراه من السرور والنصيح على أخيك المسلم يقول لا تقابل العنف بالعنف ترى بعض الناس لما يحصل قدامهم عنف ولا مثلا شيء يقابله بالعنف ولا يفلحون يمكن يقتل أذكر لك واحد يقول والله أني جيت مع الطريق يقول وابا فرغ زيت يقول عند رعى الزيت يقول يوم من هذا يقول لبقت عليه يقول لو والله أنه شيء اسمه هذا رعى الزيت يقول يغلق سيارة قدامي يقول قد تطرع أنا مستعجل عطني جالون يقول قال هذاك أصلك ما تفهم يقولها رعى السيارة ليوقف ذلك أصلك ما تفهم يقول والله واروح يقول لها كالليور يقولوا أخي يقولوا واضرب والله لا عرف ولا ولف ولا لي طريق يم سبحان الله قالوا وعلى طول يموت جعل الله منوته من يدي والله أني ما دري منين جاء إلا نوقف عند البنش اللي ذا عند العزيوت وجعل الله منيته من يدي قال الرجال دخلوا الثلاجة وانا دخلوا السجل وحال حين ننتظر القصاص لا حوله ولا قوته إلا بدنا شيء يا أخواني فالغضب والدرق هذا اللي مثل بعض الناس الله يدينه ويمزه هلبه يبي يمزه على ابن عمه ولا على ورع ولا على كبير ولا على صغير روغت الاذهان يا أخواني ترى ما هي بيدك لم نهراغ الذهن ولا حصل لما حصل تحسف وتقول يا ليت يا ليت لا راح فات الفوت ما ينفع الصوت سلام تل جميع يا أخواني الله يتزاقك الله يتزاقك الله يسعدك بصالح يبارك فيك ما ينفع الصوت فعلا نحرص على هالقضايا حرص جميل أبو عمار جاهز؟ عطنا 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 اشتركوا في القناة